الزمالك هل فكر الزمالك في فسخ التعاقد مع أسوريو بسبب البداية السلبية بالخسارة أمام أرتا سولار؟ الإجابة بالمنطق أنه مش هينفع يحصل ده قبل ماتش العودة بالمنطق لكن بعيدا عن ماتش العودة أو ما قبل ماتش العودة هل فكر الزمالك في كده؟ الزمالك مبدئيا لم يفكر لكن لما اتطرحت الفكرة قال لنحط نفسنا وإحنا عندنا أزمات مالية في أزمة مالية إضافية تكلفنا 9 مليون جنيه ايه التفاصيل؟ تعالوا نستعرضها مع حضراتكم مبدئيا مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا أنه لم تطرح فكرة إقالة أسوريو من جانب اللجنة السلسية اللي بتدير النادي برئاسة الدكتور عماد البناني من الصعب رحيل أسوريو في ظل ارتباطه بعقد لا يزال مستمرا مع النادي وحال رحيله سيكون الأبيض مطالبا بسداد قيمة الشرط الجزائي اللي هي 300 ألف دولار أي أكثر من 9 ملايين جنيه مصري مبلغ يصعب توفيره بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء اللجنة السلسية لم تناقش هذا الملف للصعوبة توفير المبلغ في الوقت الحالي لذلك تفضل أن يكون أي حديث عن هذا الأمر مؤجل لحين انتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر المقبل لا استلم الفريق زي ما هو كده وانت بقى كمجلس إدارة شايف أنه الراجل مقنع يكمل مش مقنع ماشي ويدفع 9 مليون أسوريو مستمر في عمله بشكل طبيعي واللجنة تسانده وتدعم اللاعبين حتى آخر لحظة قبل انتهاء فترة عملها في النادي وتسليمه لمجلس إدارة جديد لكن على جانب آخر اللجنة انتقدت ما قدمه أسوريو ولعبوه في لقاء الذهاب في دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية وده بحسب معلومات خاصة وردت إلى برنامج الماتش في معلومات وصلت لنا عن اللجنة السلسية وهي بتتحدث عن مستوى الزمالك في لقاء الكونفدرالية أمام أرتاسولار التفاصيل أسوريو مدرب كبير وصاحب خبرات لكنه أدار المباراة بطريقة خاطئة التغييرات التي أجرها أسوريو لم تأتي بفائدة وتسببت في خسارة الزمالك النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير واللعبون لم يقدموا المستوى المطلوب منهم على لعيب الفريق أن يقدروا قيمة الزمالك وجماهيره ويقاتلوا داخل الملعب دي تصريحات من اللجنة السلسية لنادي الزمالك لنا النهاردة وعلى ذكر الزمالك طبعا الأجواء الانتخابية قوية وواضحة والاجتماعات تحدث واللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية من المرشحين الموجودين انتظارا للنظر في الطعون خلال ثلاثة أيام وبعدها اللجنة الأولمبية تفصل ونشوف بقى القوائم الكاملة النهائية اللي هي رسميا هتكون موجودة في الأيام المقبضة ولكن هناك منيان